أخيرا معك هناك من يعتبر الآن بأن من خلال هذه الدول الآن أمريكا تريد أيضا افتعال ربما مناوشات وحرب بين أيضا اليابان والصين وتجعل تدعم اليابان ضد الصين إذا ما كان هناك ليس هناك دعم لوجستي يقدم لتايوان ربما تكون اليابان بديلة لدخول بصراع مع الصين هل هذا ممكن سيد دعواليس أخيرا معك نعم اليابان دولة نعم دولة غنية ودولة قوية ولكن عسكريا اليابان ليست قوية واليابان ليس لديها الجيش مؤهل أن يخوض غمار حروب لأن اليابان ما زالت لحد الآن مكبلة باتفاقيات الاستسلام بعد الحرب العالمية الثانية وما زال البرلمان الياباني يمنع التسلح والخروج خارج نطاق الجزية كما يتحدث بأن أمريكا تضغط على البرلمان لتغيير هذه أيضا القاعدة الدستورية لا يوجد عندهم الأسلحة ولا يوجد عندهم الجيش الكافي لدخول في أي معركة في المنطقة الخطر الأكبر الآن في هذه المرحلة هو منطقة تايوان وكذلك منطقة شبه الجزيرة الكورية اليوم كوريا الجنوبية تعلن أنها مستعدة أن تدعم كوريا الشمالية إذا تخلت عن أسلحتها النووية وعن سواريخها فلذلك نعم الخطر إذا كان هناك خطر سيكون كوريا الشمالية كوريا الجنوبية تايوان والصين هذه أكثر منطقة هي متفجرة في العالم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر